يا أهلين وسهلين فيكم بقناتي قناة ساشا ورجعت لكم يا متابعين بقصة جديدة يارب تستمتع قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك ويلا ما أطول عليكم خلونا نبدأ قصتنا يقول صاحب القصة أنا عمر وعمري 45 سنة وظيفتي مدرس حاليا وزوجتي دكتورة في الجامعة هي أصغر مني بسنتين أنا أحبها وأعشقها كيف لا وهي اللي أنقذت حياتي من الضياع ورجعتني للطريق الصحيح فأمي الله يرحمها أكبر مني ب14 سنة بس أنا كنت نتيجة اختصاب أبوي لأمي وقت أبوي عمره 60 سنة وهو اعترف لي بدل موضوعه هو على فراشة الموت الله يرحمه ويغفر له ذنبه هو عنف أمي كثير في حياته لدرجة أنها كانت تكرهني كره شديد وسبب كرهها دائما لأنه ملامح تذكرها بأبوي لأنه هو اللي سلب منها حياتها وخلاها تعيش بشفقة الناس تدهورت حالتي النفسية مرة بديت أحس أن وجودي يأذي أمي ويدكرها بفترة سيئة من حياتها فصرت أغلب وقت بالشارع وأنام فيه لدرجة شربت الخمر ودخنت السجاير الكل كان يكرهني واكتشفت أن أمي صارت تشتغل بالدعارة مرة زعلت وحسيت بالغضب والحزن والضعف لما جاني خبر أن بعض من أصحابي مارسوا معاها فحاولت انتحر ثلاثة مرات دخلت في مضاربات ممرة كثيرة مع أي رجل يلمس أمي لكن عمري وقتها كان 14 سنة بس كنت تضارب كثير وتعرضت لاعتداءات حتى من رجال الشرطة وإلى الآن أثارت ضربات محفورة بجسمي للآن خصوصا أن أمي حملتني ثمن ذاك الموضوع المهم انتهى الموضوع بالبكاء والتوسل بس عشان أرجع لها ولا رح تكتل نفسها وشبتها قطعت يدها قدامي وعشان ده السبب خرجت من البيت بصفة نهائية وعمري 18 سنة بس وطوال هذه السنوات كانت زوجتي حاليا واللي كانت جارتي زمان تسمعني تقبلوني أهلا في كثير من المرات وما أنكر أني حبيتها من ذاك السن وكنت استحي أن تشوفني بحالة السيئة الذليلة وهي كانت تنصحني كثير ولما بدايت أنزعج منها بسبب أني ما أرضى أنها تنصحني أو تطلب مني تخلص من الإدمان وأدرس عشان أعوض أمي وكنت أقول إيش سوت أمي عشاني عشان أرد لها المهم اتهموني بالسرقة بعد كم شهر ودخلت السجن وانصدمت أنها كانت تزورني مع أمها هي كانت حافظ القرآن وقتها بدايت شوي شوي أتعلق فيها وحاول أقتدي فيها لأنها كانت زي النور في حياة المدمرة فبدايت أفض فضلها هي وأمها والأول مرة بمشاعري وهم أول ناس يتعاطقوا معاي وحسوا فيني بعد ما خرجت من السجن حلفت أني رح أصير إنسان ثاني كويس مثلها ومثل أمها وتفاجأت وقتها أن أمي تنتظرني وجات حضنتني وحقيقي كنت مصدوم منها وجالسة تبكي بحرقة وتعتذر مني وتسب نفسها وتدعي على نفسها وقتها أذكر أنها كانت أول مرة أبكي فيها بحرقة شديدة لأن أمي ضمتني لصدرها بعد مدة عرفت أن بنت جارتي اللي هي زوجتي راحت حسب ما قالت لي أمي كل يوم طوال عشر شهور اللي قضيتها بالسجن وتترجع أمي عشان تكلمني ولأن أمي ما كانت تسمعها كتبت لها الرسائل وحطت الأمي تحت باب البيت لما كانت تقرأ أمي الرسائل وقتها عرفت أن عائلتها هي الوحيدة اللي استقبلتها بعد ما الكل كان يشوفها زي الزبالة وقتها حن قلب أمي وحست بالذنب وفكرت بالتوبة وفعلا تابت توبة نصوحة ورجعت لربها وعائلة زوجتي تقبلوها بصدر رحب وساعدوها على التوبة وخلوها تتحجب بالرغم من المشاكل اللي تعرضت لها أمي في مرحلة انتقالها من الفاحشة إلى التوبة النصوحة لأن المجتمع ما يرحم الآن أنا أحس بالفخر لأن أمي دخلت الجامعة من جديد والآن هي عندها شهادة جامعية في العلوم الشرعية الحمد لله أمي تغيرت تغيير جذري وهي تقولي دايما أنه سبب تغيرها هي بنت الجيران وعائلتها أنا كمان كنت أتغير مع أمي وبعت عن الحرام والخمر والسرق والتزمت بصلاتي ورحت للحج مع أمي أنا أحكي لكم ذي الأحداث طبعا هي تلخيص لست سنوات تغيرت فيها أنا وأمي بمساعدة زوجتي حاليا وعائلتها الله يسعدهم هم هدونا لطيق الله والتوب وتحسنت علاقتي كثير بأمي بسبب هذا ما أنكر أنه كان من الصعب جدا في البداية أن يتفاهم مع بعض وأسأل الله أن يغفر ذنوبي وذنوب أمي وهو أرحم الراحمين هنا أبغى أوجه رسالتي أبدا لا تحكموا على الناس وتؤذونا بسبب أخطائهم بالعكس ساعدوهم ممكن أي أحد يغلط وممكن يتغير ويتوب الله يسامح ليش الناس ما يسامحوا المهم بعد السنوات زاد حبي لزوجتي كثير خصوصا أيام الجامعة إحنا درسنا بنفس السنة وتخرجنا مع بعض رغم أني أكبر منها بسبب انقطاع عن الدراسة لسنتين تخرجنا بشهادة ماستر في العلوم الفيزيائية واتجهنا كلنا للتعليم وهي مهنتنا الآن معا مين كان يتوقع أني أصير كده بسبب حبي وعشقي لها اللي خلاني أغافي أني أكون شخص كويث مثلها تزوجنا بعد التخرج ووافقت على الزواج مني رغم أني ما كنت أملك لا بيت ولا أي شيء وعرفت بعد زواجنا أنها تحبني كمان قضيت معاها أجمل سنوات حياتي كانت زوجتي أكثر من راعي وفضلها بنيت بيتي وتيسرت حالتي المادية هي كانت إنسانة ذكية وتعرف كيف تدير المال وسوت مشاريع كثيرة كانت تعطي بدون ما تاخذ زوجتي ما حملت بعد زواجنا فترة وبعد فترة رحنا للفحص واتشفنا أن المشكلة فيني أنا وأنا عقيب وما في أمل للعلاج زوجتي أختارت أن تضحي بنفسها وتقول للناس أنه هي السبب لأنه عارفة أننا ما رح نفترك وقمنا وتبنينا ثلاثة أيتام ومنحتهم زوجتي كل الحب بدأوا أصحابي بالعمل يقولون لتزوج الثاني عشان المتعو من باب الحلال ولأني عندي فلوس ومقتدر ولا ضرر بذلك لأن هذا شرع الله ولأن زوجتي ما تنجب زي ما الناس يعرفوا طبعا لما كلمت أمي بهذا الموضوع بعد ما غرني الشيطان رفضت أمي مرة بعد التضحيات اللي قدمتها زوجتي عشاني آخر شي قالت إنها تخاف على زوجتي لأن أمي تحبها مرة وأكدت إنها مات بي لها ضرة تضرها خصوصا إنها صبرت معي رغم عقمي لسنوات طويلة وما فكرت بالطلاق مني رغم عدم قدرتي على الإنجاب توفيت أمي بعد يوم من كلامنا ذا الله يرحمها ويسكنها الجنة بعد سنة قلت لزوجتي أنا تزوجت من وحدة مطلقة ووقع عليها كلامك الصاعقة ما قدرت تقول ولا كلمة وحدة حطت يدها على كتفي وعيونها مليانة دموع بسبب الصدمة كيف لو هي ما قصرت بحقي في يوم كانت جميلة جدا مؤدبة ومنظمة وطباخة قالت بصوت مرتجف مبروك لك أنا وقتها حسيت بالحزن وقلبي تقطع عليها وانا عارف ان اللي سويته غلط كان لازم أبقى معاها وأخلص لها طول عمري زي ما هي بقت معي رغم انها قادرت تبدلني برجل آخر انا مشيت ورى شهوتي المهم قالت لي اتركني وحدي وروح لزوجتك الان هي تحتاجك انها عاقت لساني وما قدرت أتكلم بست راسها وسافرت أقضي شهر عسل مع زوجتي الثانية كانت متوسطة الجمال وحسيت انها إنسانة طيبة إلا إن في كل لحظة قضيها معاها أفكر بزوجتي الأولى وبنصيحة أمي وكيف وقفت معايا وكيف وجهتني للطريقة الصحيح وكيف أنا جازيتها بظلمها والزواج من واحدة ثانية رغم ان زوجتي ما قصرت معاي بصراحة أنا ظلمتها أنا خسرت أعظم إنسانة وضيعت جوهر ما عرفت قيمتها اللين خلصت من شهر العسل اللي مر عليك الجحيم لأن زوجتي الثانية طلبتني بشكل مباشر أطلق الأولى وفعلا كنت فكرت بالفعل أطلقها لما أرجع لأنه ردة فعلا كانت هادية وفكرت إن حتى لو طلقتها ما رح تهتم لأنها الآن أكيد تكرهني ما كانت ترد على مكالماتي وكانت آخر رسالة أرسلتها لي والله يا حبيبي أنا ما أمنعك من حقك الشرعي لكن إيش كان ذنبي أنا أنا قصرت معاك بإيش عشان تحرق قلبي تعجد الزوجات مباح عشان تعيف نفسك أو عشان تبغى أولاد في حال عقم الزوجة الأولى أو بسبب أخلاق الزوجة السيئة أنا إيش سويت من ذول أخصم بالله لو قلت لي عن تقصير كنت رح أتغير الزواجة الثانية مباح ومو مفروض وإنت اتخذت قرارك الشخصي وإنت رح تتحمله بمجرد ما قريت الرسالة مسحتها مباشرة وما قدرت أكملها وهذا اللي قريت من الرسالة بس أنا كنت بدولة ثانية وزوجتي الثانية مسحت كل الأرقام وسوت نفسها إنها ما كانت تقصد بس في الواقع تعمتت وهذا واضح والحسن الحظ كنت أحفظ رقم حبيبة قلبي عن قلب بس ما كانت ترد عليه لما رجعت بعد شهر العسل اللي تطاهرت فيه بالقوة قدام زوجتي لكن كنت كل ليلة أبكي وحدي كل ما لقيت لي فرصة بكيت لدرجة كرهت نفسي وعرفت إن ما أقدر أكون عادل وإن عشق الزوجة الأولى رح يمنعني المهم رجعت وانصدمت بخبرك الصاعقة لما ما لقيتها في بيتنا رحت بيت أمها وقالت لي بدون ما تناظر بعيني إن حبيبة قلبي جاها انهيار عصبي حاد ومرت في ألم كبير قالت إنها ما تبتنكد علي حياتي وفضلت إنها تتألم وحدها لكن وصلت لحد الهلوسة وتوفيت بعد أيام بسبب سكتة قلبية قالت لي الله يرحم بنتي من فضلك لا ترجع لي هنا مرة ثانية ما أبي أشوفك وقفلت الباب حسيت بصدمة قوية وسكت ومجرد ما فكت وحسيت على نفسي بديت أصرخ وأدق الباب وخرجت أمها والدموع بعيونها صرخت علي وهي تضربني أنت كنت كل شي بحياة بنتي كنت الزوج والأب اللي ما عرفته بنتي بنتي ولدت يتيمة الأب هي ما طلبت منك شي ما كانت تبي منك غير إنك تبقى معها وعينك ما تشوف غيرها وقفلت الباب في وجهي عدت خمسة سنوات الآن حاولت قد ما أقدر إني ما أظلمت ثانية بس هي طلبت الطلاق لأنها عرفت إن قلبي متعلق بالأولى وطلقتها وما أتزوجت بعدها ومونا ويتزوجت أنا ظلمت حبيبتي لأنه ما عندي سبب يدعو للزواج عليها عيالي بالتبني كرهوني لأبعد حد أحاول أصلح علاقتي فيهم أعمارهم 18-12-8 بس هم يقولون أنت قتلت أمنا في كل مرة نصيحتي للرجال المقبلين على التعدد فكروا في توابعه وهل زوجتك قصرت بشي ولا لا عشان تتزوج عليها وتكسر قلبها صح ما حد يحرم التعدد لكن للضرورة القصوى فقط كانت هذه نصيحة مني كشخص تألم على كسرة قلب حبيبته بسبب نزوة وهي اللي ضحت بالأمومة عشاني أحب أقول لكم كافي والتضحية بالتضحية عسى أن تغير رسالتي هذه ولو رجل واحد ولا تنسوا زوجته وأمي بالرحمة بس انتهت قصتنا لليوم ويا رب تكون استفدتوا وأخذتوا عبرة من القصة أرسلولي قصصكم على الإنستجرام عشان أقولها